بعد أكثر من ستة أشهر من الحرب في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس وبعد عدة جولات سابقة من المحادثات الرامية للتوصل لهدنة دون تحقيق أي نتائج توقف الكارثة الإنسانية في القطاع كشفت وسائل إعلام مصرية أن المحادثات الجارية بين الأطراف بالعاصمة المصرية القاهرة تحرز تقدماً قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلت عن مصدر مصري وصفته برفيع المستوى أن المحادثات الجارية بالقاهرة بين الأطراف المشاركة بشأن التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة بقطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تحرز تقدماً مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً على النقاط الأساسية بين جميع الأطراف المعنية وبحسب المصدر فإن وفدي حماس وقطر غادر القاهرة وسيعودان خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة لافتة إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الساعات القليلة القادمة بشأن التوصل إلى صفقة من جانبها نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصادر عربية أن وفدي إسرائيل وحركة حماس المشاركين في المفاوضات الجارية في القاهرة تبادل رفض الشروط الموضوعة بشأن وقف إطلاق النار وعودة النازحين الفلسطينيين وبحسب المصادر فإن إسرائيل عرضت عودة 60 ألف فلسطينية من النازحين باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و50 عاما وأن تبدأ العودة بعد عشرة أيام إلى أسبوعين من تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وعلى العائدين المرور عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية لمنع عناصر من حماس من الدخول إلى الشمال فيما رفضت الأخيرة تلك الشروط وتمسكت بإزالة نقاط التفتيش والحفاظ على ما أسمته لما شمل العائلات العائدة من الشمال شكرا للمشاهدة